مرحبا بكم معي في قناتي شاف ماليكا اليوم سوف نشارك معكم وصفة جيدة بزاف لبطالة كريم بطريقة سهلة وسريعة و تتبقى اقتصادية الصراحة هكا الوليدات اللي تدخلوا مع 12 من المدرسة توجدوا اليوم الوصفة سوف يحمقوا عليها كما عودتكم دي متلا نشارك معكم الوصفات لكي بغوا وليداتي انتا نقول علاش اللاحت انتو ما تدروها لوليداتكم هنا غادي ناخد طنجرة ودرت فيها الماء باش غادي نسلق لبط درت فيها ملقة ديال الملحة وواحد ملقة كبيرة ديال زيت المائدة باش ما يلسقش داك لبط ويجي مع الجن وهنا يتقدرو تديروا لي سباكيتي ولا الروز هتا هو ليسلح فر الوصفة هادي صافي غادي نحط لي بط ديالي يتسلقو وغادي نحرك باش تدخل فيهم ذاك الملحة صافي وغادي ندوز انقطع صدر الدجاج هنا تقطع تبقى اختياري كما بغيتو تقطعوه المهم بطريفات صغار انا غادي نديرو هكا طويل شوية صافي صافي والمكس apat headlines مزيان بالماء وصافي بش مبقاش في ذاك زفوريه احنا الموس سمحولي را عدبني شوية ما تيقطعش مزيان ما تقطع تيبقى اختياري كيبا بغيتو تقطعوه ماشي مشكل هكا وهناي غادي ندوز غادي ننطحن واحد البصلة ولا قطعوها طريفات صغار انا وليداتي ما تياكلوا ليش البصلة تنحكا باش ما تنحكا تنطحن باش ما تجيش بعينه غادي ناخد واحد المقلا وندير في شوية ديال الزيت المائدة هنا را نقدر تبزع اذا نزيت ما تديروش بحالي نقصو شوية واحد بصلة كبيرة كيما قلت لكم مشلدة سوفو غادي ندوز هاداك البصلة في الزيت الشحر من بعد ما شحرت البصلة غادي نحط الصدر الدجاج صافي ونحرك سوف ندير العطرية خطيت هنايا الملحة ثوما بودرة يحكي واحد جوش في صوص ديال الثومة في اللول مع البصلة وهنا عندي الفلفل السود اللي هو اليبزار وعندي هنا يا صوص صوجة تتعطي الماداق زوين لهاد الوصفة هادي اللي ما عندوش ما يديراش ماشي مشكل صافي وغادي نخلط صدقوني واحد الريحات عالعازوينة بساف ومن بعد ما طاب صدر ديال الجاج غادي نحط لك خينف خاش هكا اللي عندو ذاك اللي يكون ليكي دا يديرو انا عندي هادا ندرت واحد ربعاد المالق كبار وهنا غادي نزيد شوية من ذاك الماء اللي تنسلق فيه اللي باطة ستقوني جواحد الماداق رائع والديدة بزاف هاد الوصفة هادي وهنا غادي تخليو هادا صدر الدجاج حتي طيب مزيان غادي بقا يغلي حتي طيب مزيان وذاك اللي كخيم تولي هكا قاسحة عاد نتفو عليها النار انا كي ماشتو صافي راحة طابط الكخيم طابط ستجاج طاب ستجاج طاب ستجاج طاب صافي غادي نتفو عليها نضغط الوصفة اليوم نضغط الوصفة نضغط الوصفة نضغط الوصفة نضغط الوصفة نضغط الوصفة إذا أعجبكم الفيديو ما تنساوش تبارتاجي مع الأهل والأصدقاء ديلكم لتعوم الفائدة فضلا وليس أمرا وهنا غاد ندق معكم أنا الصراحة تتعجبني هذا الوصفة هذه وهنا غاد نقول لكم دمتم في رعاية الله وحفظه مع السلامة